الموضوع التاني اللي معايا وده موضوع مهم جدا وناس كتيرة مش واخدة بالها من تفاصيل الموضوع ده بس الموضوع ده هيوريكوا قد إيه إحنا بنعاني ليه مش عارفين ناخد موقف في موضوع كاس العام للأندية ركزوا معايا في الكلام اللي جاي ده عشان ده كلام مهم جدا منتخب السنغال عنده لعب اسمه بابا جي اللعب رقم 26 في منتخب السنغال انتقل من الدور الإنجليزي أو من الدور الإنجليزي للدوري الفرنسي بطريقة ما فيها مشكلة قانونية فبالتالي عنده مشكلة في لجنة فضل المنازعات بقالها حوالي سنة وبتتناشي القضية في لجنة فضل المنازعات بالفيفا إيه فجأة الفيفا خد قرار بإيقاف اللعب قبل مباراة غينية بساعتين طبيعي ما فيش مشكلة لكن الكاف هنا اتحرك قالك بعد خطاب رسمي للفيفا أول أمس قال لهم ازاي؟ لعيب زي ده وعنده مباراة مهمة مع غينية في كاس أمم إفريقيا والناس عندكم في الفيفا في لجنة فضل المنازعات ما تعرفش إنه فيه بطولة مهمة زي دي واللاعب ده عنده مباراة بعد ساعتين وطلع قرار زي ده هو لو انبابي نجم منتخب فرنسا بلعف في اليورو وعنده مشكلة زي دي هتقدروا توقفوا وعنده مباراة في اليورو ده نفس الموقف اللي عايز أخده القياس على مشكلة الألف كاس عن المقندية هنا أوجستين سنجور نائب رئيس الكاف وقف وخلى الاتحاد الأفريقي كله يتحرك عشان لاعب اتوقف وهو طبيعيا أنه توقف بس توقف في توقيت يعني مش صح عنده كاس أمم بعد كاس الأمم ووقفه لكن وقفه دلوقتي وخد الموقف ده عشان إيه؟ عشان خاطر منتخب السنغال فين الناس هنا بقى اللي توقف داخل الاتحاد الأفريقي اللي صالح النادي الأهلي بقى لنا أكتر من شهرين تلاتة بقول للأهلي عنده مشكلة في كاس عالم أندية وإزاي الفيفا ياخد قرار إن مباريات كاس عالم أندية في نفس التوقيت كاس أمم إفريقيا وطلعت الناس وقالت ليس كل ما يعرف يقال وما تقلقوش وإحنا بنحل الموضوع ومش عايزين نقول الكلام اللي إحنا بنعمله في الكواليس لكن مع ذلك ما فيش حاجة حصلت كرن موقف السنغال برئيس الاتحاد السنغال اللي هو نايب رئيس الكاب بموقف الأهلي في كاس عالم أندية وإزاي ما حدش قادر ياخد موقف لصالح النادي الآله وعندنا مشكلة في منديال الأندية أخرج إلى فاصل